مرحبا انا اخ سايد تغزي دانا بردقجي فاعوري اليوم رح نحكي عن موضوع جرثومة المعدة وشو الاكلات اللي ممكن تثير هاي الجرثومة واش ممكن يأثر سلبيا على وضع المعدة بهاي الحالة طبعا جرثومة المعدة هي عبارة عن بكتيريا اسمها الهليوباكتر بايلوري في بعض الاشخاص ممكن تكون موجودة عندهم من غير ظهور اي اعراض تبين انه موجود هاي الجرثومة في المعدة وبعض الاشخاص ممكن طبعا كمان تبين عليهم بعض الاعراض الجانبية مثل فقدان الشرهية مثل انتفاخ البطن الاسهار الامساك التقيو يتجهلها الطباء البطنية ويعمل فخصات تظهر عندهم وجودها طبعا بالاضافة الى المساعدة الطبية او الاجراء الطبي اكيد بالاكل احنا ممكن نساعد كتير بالمحاولة بالقضاء على الاعراض وعلى هاي الجرثومة من خلال الاكل الاكلات اللي ممكن تهيج هاي الجرثومة هي الاطعمة اكيد المقلية واللي بتحتوي على كميات عالية من الدهون الالياف العالية مثل الخضار والفواكه نتناولها بشكلها الني وغير المقشر هي كمان ممكن تساعد اكتر على تنشطة هاي الجرثومة وظهور الاعراض بشكل كتير اكبر الاطعمة الحارة كمان مشروبات الغازية التدخين كلها شغلات بتسير هاي الجرثومة ممكن تأدي الى انزعاج كتير كبير ووجع ممكن الشخص انه ما يحتمله فعشان هيك احنا دايما بننبه الاشخاص اللي عم يعانوا من هيك انواع من الاوجاع يتابعوا عند اطباء نشوف ايش الحالة فعليا ممكن تكون هاي الجرثومة موجودة او لا وخلال فترة العلاج ان انخفف من هاي الاكلات علشان انخفف من الاعراض وبالتالي تصير عملية الشفاء اسهل واسرع